اشتركوا في القناة قطاع تخضع الاتفاقية الدولية وتتأمن سفن مغربية وأوروبية كما تخضع أتمينة هذا النقل لمبدأ العرض والطلب لكي نستجبوا الطلب على الخطوط البحرية لتعرف الارتفاع في أيام عودة الجارية المغربية المقيمة بالخارج الارتفاع الحاد قامت الوزارة خلال هذه السنة بتنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسة المعنية بتعبئة عددها من السفن السعادية لها الإجمالية الأسبوعية تتوصل الاربعمائة وتسعين ألف مسافر ذهابا وإيابان منها حوالي خمسة وخمسين ألف مسافر يوميا على الخطوط القاصرة والوزارة اعتمدت أيضا دفتر تحملات تيلزم الشركات البحرية باش يحترموا شروط استغلال الخطوط البحرية ولا سيما فيما يخص السلامة وتهيئات فضاءات المخصصة للمسافرين وأيضا تتابع الوزارة عن كتاب جهودات وسلامات وأتمينات الخدامات المقدمة فيما يخص أتمينات التذاكير كيف جف كريمة ديالكم عرفت بالفعل ارتفاع مهم مقارنة مع سالة 2019 وترجع ذلك أساسا لارتفاع الغير المسبوق لأسعار المحروقات على المستوى الدولي فيما يتعلق بالرحالات الجوية العرض المقدم خلال صيف 2022 غادي وازي عرض 2019 وتتزع هذه الرحالات على 115 مطار في 46 بلاد في القارات الأربع وتعتبر أوروبا الوجهة الرئيسية بـ 1400 رحلة أسبوعية أي 85% من الرحالات الإجمالية والمعدل لها الرحالات الإجمالية هي 1660 رحلة أسبوعية اشتركوا في القناة